اشتركوا في القناة كيف تبررون لأصحابكم ما جرى على بيت الزهراء عليها السلام أنتم الآن تسلمون أنه جاء للدار أنه هدد بالحرق بل أن الدار اقتحمت جيد أعطونا تبرير أنا سأنقل لكم ثلاث تبريرات وهذه التبريرات أنا فيها جاد ولست مازحا يعني موجاي أجيب نكت هذا الواقع الذي ذكره بعد علماء العام أنا سأذكر نصوص كلماتهم لكي نراعي الأمانة العلمية التبرير الأول هو تبرير ابن تيمية ابن تيمية يسلم بقضية الهجوم على الدار لا ينكرها وينكر قضايا أخرى ينكر أن الزهراء تدي عليها لكن أصل الهجوم على الدار ابن تيمية يسلم به زيان يا ابن تيمية ما هو تفسيرك وتبريرك لهذا الحدث؟ قال وغاية ما يقال غاية ما في الأمر إنه أي أبو بكر كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه ويعطيه لمستحق ما هو سبل هجوم على الدار الاقتحام؟ حملة تفتيشية حملة تفتيشية عن ماذا؟ عن المال العام أموال الدولة جيد هذا من مصاديق رب عذر أقبح من ذنب هل أهل البيت سرق للمال العام؟ لكي تقتحم الدار وتبحث جيد لماذا أنت لم تستأذن منهم؟ لماذا لم إن كان هناك مال لماذا لم تطلب منهم أن يأتوك بهذا المال؟ لماذا الاقتحام؟ عجيب طرح يعني نفس هذا التبرير يؤكد أن هذا الرجل الذي أصبح خليفتين لا يثق في أصحاب هذا الدار لماذا لا يثق فيه؟ لأنه لو كان يثق فيهم لطلب منهم أن يحمل إليه المال أشياء حقيقة تقرأ بعض التبريرات جيد هو تتمت الكلام ثم رأى ثم رأى رأي ثاني عندنا أبو بكر أنه لو تركه لهم لجاز فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفي لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الخليفة الأول عندما مات عند وصية معروفة ذكر تسعة أمور ثلاثة فعلهم ود أن لم يكن فعلهم وثلاثة لم يفعلهم ود أنه فعلهم وثلاثة ود أنه سأل عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله من الثلاثة التي فعلها وود أنه لم يفعلها أنه كشف بيت فاطمة هذه من رواية الهجوء وددت أني لم أكن قد كشفت بيت فاطمة خب من تيمية ملتفت لهذه الرواية قال لا عند الموت تغير رأيه قال المفترض أنا لا أكبس دارهم هم يجوز لهم من هذا المال أنا أقتحم بيتك وأخليك أمام العالم سارق ثم أقول لهذا المال من حقك عجيبا بعد أترك المجال لخيالك الواسع هذا التبرير الأول التبرير الثاني هو تبرير المحب الطبري ليس الطبري صاحب التاريخ والتفسير لا طبري آخر ذاك ابن جرير الطبري هذا المحب الطبري المحب الطبري نقل رواية الهجوم هذا عالم ثاني وأقر بها وقدم تبريرا اسمع ماذا يقول قال وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم علي بن أبي طالب والزبير إلى الآن الوضع جيد فدخل بيت فاطمة معهما السلاح شوف هذه الغواية الحكومية التي كذبتها الزهراء عليها السلام إن في البيت فاطمة فجاءهما عمر بن الخطاب في عصابة من المسلمين ذاك الشاعر اللي كتب تلك القصيدة وغضبوا على ذلك الردود الموفق ماذا قال الشاعر شيل وكتب هو من هالرواية ما أخذها ما جاب شيء من أنت هو من هذه الرواية قال فجاءهما في عصابة من المسلمين وجاب طبعا الرواية ذكرت فيها اسم العصابة بالتفصيل فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجرة حتى كسره شنو يعني هذه العطاق؟ يعني حصل اشتباك داخل الدار هذا يؤكد أنه حصل اقتحاب وحصل اعتداء على الموجودين على كل حال في نهاية الكلام يقول وهذا محمول على تقدير صحته شنو المحمول على تسكين نار الفتنة وإغماد سيفها لا على قصد إهانة الزبير عجيب ترك ترك محاصرة الدار وترك الهجوم على الدار وترك الاشتباكة في الدار وين راح الرجلات؟ هم شنو؟ سيف الزبير لماذا كسر؟ هذه نفس قصة مسمار جوحة ترك القضية كاملة لا والله سيف الزبير لم يكسره إهانة وإنما كسر هذا السيف كقضية رمزية لكسر سيف الفتنة جيد وإهانة علي بالدخول لداره وهدك حرمة الزهر هذا عادي لماذا قلت أنا رب عذر وحف يعني كل هذه التفاصيل عادي مقبولة فقط أصبحت المشكلة لماذا كسر هذا السيف هذا التبرير الثاني التبرير الثالث ذكره ابن أبي عاصر صاحب كتاب السنة كتاب معروف قال وفي حديث عمر بن الخطاب الحديث اللي ذكرناه احنا في البداية وما ذاك بمانعي أن قال ماذا يحرق عليكم بهذا الحديث ما يدل يعني هو يستدل بهذا الحديث يأسس ما يدل على أن الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد أن يتقدم إليهم ويتوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به وهذا التبرير لكن صدق صدق في ماذا هو استدلال طبعا لكن صدق أن عمر في هذه الحادثة كما ذكر لا كان قصده إخافت من في الدار وترويع من في الدار لإجبارهم على البيعة لكن وجد أن البيت العلوي لم يخضع ونفس هذا الأمر جريمة تاريخيا النبي صلى الله عليه وآله من بناته زينب زينب بنت النبي كانت متزوجة في مكة وهاجرت هاجرت مع المسلمين يعني لم تكن مع النبي هاجرت مع هجرة المسلمين لكن لي وحدها خرج لها رجل اسمه هبار ابن الأسود لعلك القصة هذه ما تعرف فغوعها فأسقطت حملها النبي صلى الله عليه وآله أمر في فتح مكة طبعا قال اليوم يوم المرحمة ولا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم لكن ما سامح هبار ابن الأسود هدر دمه ولو كان معلقا ب استعر الكعبة لماذا شنو جريمة هبار غوّع زينب فكيف بالذي غوّع الزهرة هذا ابن أبي عاص نعم يقول للإمام أن يفعل ذلك له أن يخيفهم لأنهم قاموا بأمرين يخافوا فساده وكأن علي عليه السلام أصبح من المفسدين عياذا بالله أصبح الصلاح بيد غيرهم وعلي أصبح مفسد لا إله 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 ولأنه كذلك لهم أن يغوّع داره ويغوّع زوجته نفس هذا الترويع هو جريم لأن هذا الحديث الخطاب فيه وجه لفاطمة عليها السلام ولم يوجه لغيرها الخطاب ما من أحد أحب إلينا من أبيك للزهر فكيف إذا الأمر تجاوز الترويع إلى اقتحام الدار والدخول عليها ولعله لا توجد جريم أعظم من هذه الجريم ترجمة نانسي قنقر